ازاي تعرف ان فيه شخص بيكرهك من خلال علامات في لغة الجسد هقولها لك النهاردة اول حاجة من العلامات دي ان الشخص بيحني ظهره في مكان تاني غير المكان اللي حضرتك واقف فيه يعني لو حضرتك واقف كده مقابل ليا وبتبص في عيني وانا رحت تاني ظهري في اتجاه تاني بالطريقة ديت معناها ان انا مش مهتم ليك فبالتالي بتحاشى النظر معاك او بتحاشى وجودي معاك لاواعيا لان الشخص اللي مهتم بينا واللي بيستمع لينا ونحس ان هو فعليا حاسس بينا هو الشخص اللي بيميل اتجاهنا وعينه بتنظر في عينينا وتاني نقطة يا صديقي لو انت قاعد في مكان والشخص ده قاعد في مكان وحضرتك قمت من المكان اللي انت موجود فيه واقعدت جنب الشخص ده وفجأة لقيت الشخص قام اعرف ان الشخص ده بيتجنب الجلوس جنبك فبالتالي هو بيكن ليك مشاعر سلبية والشخص ده بيكرهك لان احنا بطبيعتنا الشخص اللي بنحبه دايما بنحاول ان احنا نكون قريبين منه لكن بمجرد ما حضرتك تيجي تقعد جنب الشخص ده وتلاقيه غير وضعيته او امن المكان اللي حضرتك قاعدت فيه اعرف يا صديقي انه مش متقبلك وبالتالي بيكرهك والنقطة التالتة ودي في غاية الخطورة الشخص اللي بيتحاشى النظر في عينيك لو انت بتبص في عينه ولقيت ان هو بيتحاشى النظر في عينيك ممكن يكون خجول ممكن يكون حاسس بعدم الامان وممكن يكون بيكرهك لان الشخص اللي بيكره حد بيتجنب النظر في عينيه حتى الشخص اللي بيحب حد بينظر في عينيه فنظرة العين مهمة جدا في خدها في الاعتبار والنقطة اللي بعد كده وهي النقطة الرابعة صديقي العزيز ان الشخص ده بيقطع كلامك دايما ولو انت بتقول حاجة مفيدة وإيجابية رائعة في اتجاه معين تلاقي الشخص يحول الاتجاه على طول او بيقطعك كل ما تيجي تتكلم يقطعك او لما تيجي تتكلم تلاقيه بيغير الكلام في موضوع تاني بعيد عنك خالص كأنه بيهمشك مش عاوزك تتكلم فبالتالي مش عاوز يستمع ليك فبياخد الكلام منك ويحوله في اتجاه اخر لو لقيت شخص في الصفات دي اعلم يا صديقي العزيز ان الشخص ده بيكني ليك مشاعر سلبية جدا والنقطة الخمسة هتلاقيه بينظر الى قدمك او حزائك ينظر الى حذائك ثم ينظر الى عينيك لو قررها اكتر من مرة يبقى هو شايفك قليل الشخص ده لا يستعنيك يا صديقي اللي هي النظرة من تحت الفوق ولكن بشكل متتالي ممكن تيجي بشكل طبيعي ولكن داخليا الشخص من جواب يكني ليك مشاعر سيئة جدا انه شايفك قليل فانصحك لو لقيت العلامات دي ابتعد وفورا او شوف ايه الشيء الخطأ اللي انت بتعمله مع هذا الشخص وحاول تصلحه علشان الشخص ده يقرب منك ويحبك كنت معك محمد مصطفى لو عجبتك الحلقة شاركها مع غيرك ما تنساش تعليقك بالاسفل مهم جدا السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا